أخرى أستاذ عزب مصطفى البرلماني السابق وعضو لجنة الإسكان أستاذ عزب مرحبا بك معنا مرحبا حياك الله في البداية أستاذ عزب وأنت كنت برلمانيا سابقا وعضوا في لجنة الإسكان كيف نفسر بأن أحد أبرز الأماكن التي تضررت هي أحد أرقى الأماكن في مصر منطقة التجمع الخامس والعقرات فيها تبلغ ملايين الجنيهات كيف يمكن أن نفهم مثل هذه المفارقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم فرعا موضوع التخطيط هذه المدن للأسف لم يعملوا حسابا لمثل هذه النوازل الطبيعية ورغم أن في مصر مثل هذه السيون من أكثر من 20 سنة وكنا بكل سنة أو سنتين نذهب إلى مكان تم نكبته بسبب هذه السيون ولكن كما يعني تعودنا هي لا فوز أو تعمل في قدارة يوم البنية التحقية لمصر الآن منهارة لن أتكلم عن منطقة دون منطقة للأسف البنية الأساسية المطر الشريف السكندرية البنية التحقية تكونها البنية التحقية في مصر الآن وهذا ما أعجبنا العسكر هم لا يفكرون بالفعل على المدى الصويل في بناء دولة منذ 152 حتى الآن ونحن نجد انهيار للدولة المصرية في مرافقها طيب الآن هذه الأزمات المعيشية التي تضرب بعمق في حياة المواطنين ولا تفرق ما بين مؤيد ومعارض لهذا النظام بل ربما وردت المشاهد حتى في خلال اليومين الماضيين بممثلين وممثفين يعني حتى الفلة نفة تعرض بيتها للغرق وسجلت فيديو ثم عدد حذفتهم من على صفحتها بعد قليل إذن هل هذا يعد جرس انذار أن يئن هؤلاء المواطنون ربما المحسوبون على النظام من هذه الأزمات هل يمكن أن يؤثر هذا من قناعتهم أم تعتقد بأنه لن يغير من قناعتهم في شيء دعني أقول لك أن الشعب المصري كله يئن حتى الذين كانوا يؤيدون السيس وما يزالون ولكن عفل إرقاد الإنخلابي هو الذي يجعل الناس الآن لا يتكلمون أو يخافون أنت الآن تعيش في دولة بلوصية دولة عسكر دولة قتل خارج القانون دولة بطبية يعني هذا الذي نراه الآن في مصر الذي يسكت يسكت خوفا ولن يعني كل فئات الشعب المصري تضررت بهذا الانقلاب ويأتي الثوم اليوم أو غدا لكي يصور هذا الشعب أو يصف هذا الرزام أو تضغط الثورة المصريية وهذا ما لا تتمنى نعم أرجو أن تبقى معي أستاذ عزب وأعود مرات أخرى إلى ضيفي أستاذ عمادل بحير أستطيع أن تبقى معي أستاذ عمادل بحير